تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ ثمانية مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024 أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح المزايدات الخاصة بتوفير 123 وحدة سكنية جديدة ضمن البرنامج وذلك بواقع 76 وحدة بمنطقة البحير و47 وحدة في هورة سند وقالت إن طرح تنفيذ الوحدات السكنية يأتي تعزيزاً للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ إطلاقه حيث شهدت مرحلته التجربية المتمثلة في مشروع سهيل الإسكاني إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين كما أبرمت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان وتابعت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي بأن مزايدات توفير 123 وحدة سكنية بالبحير وهورة سند تتضمن تنفيذ وحدات سكنية بمساحات بنائية تصل إلى 220 متراً مربعاً وفق نماذج بناء متطورة تلائم احتياجات الأسرة البحرينية كما أوضحت بأن التسارع في وطيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يأتي تزامناً مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مسار برنامج التمويلات الإسكانية بأنواعها المختلفة ترجمة نانسي قنقر